تمر اليوم الذكرى المئة وأربعة على ميلاد جمال عبد الناصر الزعيم الذي لعب دورا بارزا في تاريخ مصر والمنطقة بأسهاب من أبرز معالم عصره تأمين قناة السويس وتشهيد السد العالي وتطوير الصناعة المصرية فضلا عم تميز به عصر عبد الناصر من إصلاحات اجتماعية وصحية وجهود كبيرة على صعيد تحقيق الوحدة العربية شعبية طاغية حظى بها في أفريقيا والدول العربية ساند حركات التحرر في أنحاء كثيرة من العالم أصبح إحدى أيقونات الحرية هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قائد تنظيم الضباط الأحرار الذي خطط وقاد ثورة الثالث والعشرين من يوليو الف وتسعمائة واثنين وخمسين هو ذلك الزعيم الصعيدي الأصل الذي ترجع أصوله لمحافظة أسيوت لكنه سكندراني المولد حيث شهد حي المنشية مولده في يناير الف وتسعمائة وثمانية عشر التحق الرئيس الراحل بالكلية الحربية في عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين وكان معروف عنه اتياءه من الأوضاع التي يعيش فيها المواطن المصري ورأى ناصر أن التغيير لن يحدث في ظل استمرار الأوضاع السياسية على حالها والتي انتهت بالبلاد إلى هزيمة حرب الف وتسعمائة وثمانية واربعين وشرع من تلك اللحظة في تشكيل تنظيم الضباط الأحرار والذي شكل فيما بعد مجلس قيادة ثورة الثالث والعشرين من يوليو وعقب ثورة الثالث والعشرين من يوليو شرع مجلس قيادة الثورة بقيادة عبد الناصر في إصدار قوانين اجتماعية مثل الإصلاح الزراعي كما عمل على استطلاح المزيد من أراضي الرقعة الزراعية المصرية حتى تضاعف عدد الأفدنة التي امتلكها صغار الفلاحين كما نجحت مصر في عهد عبد الناصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كما شهد عصر عبد الناصر تأسيس وتدشين أطخم بنية صناعية حيث شهدت تلك الفترة إنشاء أكثر من 1200 مصنع بينهم مجمعات صناعية ضخمة وكان أكبر انتصار لعبد الناصر هو تأميم قناة السويس عام 1956 ما أثار أزمة توطأت فيها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لمهاجمة مصر تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وبعد عشرة أيام من القتال وتصاعد التوتر تنازلت بريطانيا وفرنسا وأعيد فتح القناة أمام الملاحة الدولية في عام 1957 والتي باتت تخضع للسيطرة المصرية وعلى صعيد السياسة الخارجية فقد نجح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في تقوية دور مصر الإقليمي سواء على المستوى العربي أو الأفريقي حيث دعم حركات التحرر في القارة والمنطقة وتوفي عبد الناصر المناصر للقضايا العربية في الثامن والعشرين من سبتمبر 1970 جرأ أزمة قلبية عن عمر الناهزة الثانية والخمسين ما أثار صدمة كبيرة في مصر وفي أرجاء العالم العربي ترجمة نانسي قنقر